السلام عليكم رئيس وزراء مصر يعلن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار دبي الامارات العربيات المتحدة سي ان ان اعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي بعض ساعات من الاعلان عن رافع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لاليات السوق واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي الاربعاء ان سيتم زيادة البرنامج من ثلاثة مليارات الى ثمانية مليارات دولار وسنتمك من الحصول على نحو واحد نقطة اثنان مليار دولار اضافية من صندوق الاستدامة البيئية وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع ان تبلغ قيمتها 20 مليار دولار واشار مدبولي الى انه بمجرد التوقيع مع الصندوق فان باقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وعدد اخرى من الشركاء سيقومون ايضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بارقام كبيرة تمكنت دولة المصريات من الاستقار النقدي ولاستمرار في برنامج الاصلاحات الهيكلية وقال مدبولي نعمل على زيادة موارد النقد الاجنبي وضمان تدفق استثمارات اجنبية مباشرة اضافت توم الى ترشيدي حوكمة الانفاق خلال الفترة المقبلة وذكر مدبولي ان الحكومة تسعى الى زيادة الشراكة وعودات القطاع الخاص ليكون المساهم الاكبر في الاقتصاد المصري فيما اشار الى خطط لوضع صقف لاتستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه مليار ومائتين واثنين وسبعين مليون دولار قبيل الاعلان عن الاتفاق اعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق الاربعاء سلسلة قرارات منها زيادة سعر الفائدة باعلى نسبة في تاريخه بواقع ستمائة نقطة اساس ليصل سعر عائد الايداء والاقراض لليلة واحدة والسعر العملية الرئيسية الى 27.25% 28.25% 27.75% على الترتيب وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق ونتيجة للقرار تحرك سعر الدولار امام الجنيه في البنوك الى مستويات تتخطى الخمسين جنيه وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم